يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيط يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك سوف نجيب فيه هذه المرة على سؤال أشار إلي فيه أحدهم في حسوب لكي أجيب عنه يتعلق بكتابة المقالات والتدوين عموما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن تكونوا بخير وعافية وصحة شكرا للرسائل وشكرا للتعليقات على مدونة يونس بن عمارة لأنني كما تعلمون وكما ذكرت ذلك سابقا يعني في حلقات أخرى أني أدون يوميا فأدخلوا من فضلكم جوجل اكتبوا مدونة يونس بن عمارة وتابعوا ما أكتبه يوميا هذا يعني كبداية نقرأ نفس السؤال لأنه هو أسئلة في الحقيقة وليس سؤال واحد ونجيب على كل جزء يعني الأسئلة سنجاوب عليها جزء جزء بإذن الله لنبدأ على بركة الله بقول الأستاذ محمد لكتاب المقالات ممكن مساعدة يعني سؤال السلام عليكم وبعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعضاء حسوب الفضلاء المهتمين بالكتاب عموما وكتابة المقال بشكل خاص حدثونا عن تجربتكم في كتابة المقالات في المحتوى العربي وما هي تجربتكم الخاصة في الكتابة وما هي أنجع طريقة لكتابة مقال جيد تقبله مجلة أو موقع ما وحب ذا لو تضمن الرد النقاط التالية الكتابة التقنية أم الكتابة الأدبية البسيطة أيهما أفضل وما هو نوع المقال الذي يفضله الموقع حسب تجربتكم وهل يمكن لكتابة المحتوى أن تكون ذات مردودية لا بأس بها المردودية مقصود بأن هنا الدخل المادي ويختتم سؤاله بقوله كل تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح وانتمند له أيضا كل النجاح والتوفيق في رحلته في التدوين وكتابة المقالات إذن كما ترون هو بيقول حدثونا عن تجربتكم في كتابة المقالات في المحتوى العربي أنا شخصيا يعني يونس بن عمارة منذ أن عرفت يعني فيه مدونات وفيه ورد بريس وفي كذا بدأت يعني في بلوغر لكن انتهى المطاف به في ورد بريس وجربت الكثير يعني جربت كتابة المقالات وجربت يعني إعادة الصياغة وجربت يعني الترجم وجربت الكثير جدا من الأشياء وهذا كول لي يعني عدة خبرات من بينها كيف تتعامل أصلا مع البلوغر وكيف تتعامل مع الويرد بريس فهذه البدايات يعني تجريب مهم لأنه يمنحك خبرات كيف تتعامل مع المنصة من ناحية تقنية يعني فهذا مفيد بعد ذلك يعني هي الكتابة تبدأ يعني عادي لكن بالمرور الزمن يعني بتتطور وفي هذا المقام يطيب لي أن أشير إلى الأستاذ واثق الشويتر فهو قرأ يعني معظم ما كتبته على الأنترنت وعمل مقال ممتاز جدا وتتبع فيه التطور الخاص به راح أضع رابطه في التدوين التابع لهذه الحلقة راح أضع الرابط تابع مقال الأستاذ اللي بتابع فيه راح تشوف كيف تطورت يعني مثلا نينوس بن عمراء كيف كان يكتب وكيف أصبحت أكتب وهذا مهم جدا لأنه يخليك ما بتخجل من محاولات الأولى يعني وبتشوف أنه فيه تطور بمرور الزمن وهذا مهم جدا يعني فأنت بتشوف نموذج عملي في هذا المقال كيف تطور أه أسلوبي على مرة الزمن وأيضا في حسوب أيضا وضعت مرة مساهم عنوانها كيف كان يكتب كيف كان يونس بن عمراء يكتب في 2011 وضعتها ورح أضع أيضا رابطها في التدوين التابع لهذه الحلقة لذلك تجربتي في كتابة المقالات في المحتوى العربي راح أتلاقيهم بتفصيل في هذين المصدرين بقال وثق شويطر عني والمساهمة اللي ذكرتها فأنت بنفسك طالحهم وبتقارن وتشوف مدى التطور وبيقول أيضا ما هي تجربتكم الخاصة في الكتابة تجربتي الخاصة يعني لما فتحت يومي زي ما قلت لك بدأت أحاول لأن المدونة مثلا بيقول لك أنها فيها كثير من الفوائد بتعلمك الانضباط بمعرض أعمال بتعلمك أيضا أمور تقنية مثل كيف تضع إعلانات كيف تضع يعني الروابط ما هي الويدجت يعني ما هي الأدوات ما هي القوالب ما هي الاستضافة ما هي اسم النطاق ما هو اسم النطاق يعني الفرعي فبتعلمك أمور كثيرة جدا تقنية غير يعني الكتابة بحد ذاتها يعني وتنتقل خاصة لو كنت مخضرم يعني كنت بتكتب في الورق ثم تنتقل إلى المدونة فيكون يعني هون الانتقال أيضا تجربة تقنية في حد ذاتها بتتعلم الكثير وبتتحسن كتاباتك وتكون أيضا موجهة نحو الشابكة لأن الكتابة الموجهة للمطبوع تختلف على الكتابة الموجهة لرقم وهون معظم السؤال كما هو واضح الأسئلة تابع الأخ محمد تتمحور حول رقمي مش المطبوع لذلك سوف نركز إجابتنا على تجربت الخاصة في الكتابة يعني زي كثير جدا من الناس يعني من قبل يعني لما كنت صغير أكتب أشعار فلسطين وأكتب أشعار بوسنا والهرسك يعني وأشعار القضايا اللي أنا مهتم بها وأيضا مجتمع مهتم بها وأيضا قصائد غزلية كثيرة جدا شعر وكله رضي مش معظم وردي لا كله رضي وهذا يعني مش جلد ذات بل صراحة يعني بواحد يكون صريح فهذه هي تجربة الكتابة يعني بس في النثر وجدت نفسي يعني وجدت نفسي كيف لأنه مرة كتبت يعني مقال نثري والأستاذة تابعة العربية الله يذكرها بكل خير يعني فرحت جدا وخلتني يعني أصعد للمنصة وتقول هذا سوف يكون له شأن عظيم زي العبارات يعني المعروفة لمربع أي كاتب في مرحلة حياتي فهذه هذا ما ورشت به يعني في تجربة وهذه يشجعك أيضا لتقديم المزيد هذا يعني إجابة عن سؤال ما هي تجربتكم الخاصة في الكتابة أما بخصوص المقطع الآخر واللي قول ما هي أنجع طريقة لكتابة مقازرية تقبله مجلة وموقع ما وبحمد الله وفضله يعني في هذه النقطة بالذات يعني كتبت إجابة وافية كافية بإذن الله تعالى في كورا يعني موقع كورا أو كورا أو كيورا يعني فيه روايات عدة رحضة عن رابط لا تقلق يعني والحمد الله حقق كثير من التأييدات وأنا شرته كمقال مستقل في مدونتي رح أضع أيضا من رابط تابعه هو ما هي الطريقة المثلة لكتابة مقالة ذات جودة عالية هذا عنوانه يعني رح أضع الرابط بتقراه بتعرفه لكن هنا تقبله مجلة وموقع ما هو شوف فيه معيار واحد معيار واحد مشترك يعني بين الجمال لأنه ما يقبله مجلة وموقع قد لا يقبله أخر ليش لأنه فيه شيء اسمه السياسة التحريرية شو هي السياسة التحريرية؟ يعني إرشادات تعليمات مثلا أنت لما تكتب أنا الآن أصلا لما أحدثك عندي مشروع خاص مع حسوب أكديمة حسوب أقدم لهم محتوى معين يعني في أكديمة حسوب عندهم زي ما يقولوا يعني إرشادات يعني سياسة تحريرية هذا المقصود بالسياسة التحريرية يعني كل واحد عنده رؤية وعنده نظر بيفرضه على الكاتب كلمة يفرضه صعبا وعما لكن هي يعني مش يفرضه يفرضه هو يعني هذه هي السياسة التحريرية تابعة والمفروض أنت قبل ما تتقدم إلى موقع أو مجلة بتعرف وهذا بتعرفه يعني زي أنت لما تصفح مثلا موقع إضاءات تصفح موقع أرقيق وتصفح موقع منشور الكويتي مثلا تصفح موقع رصيف 22 وتصفح موقع الحدود مش معقول يعني شبكة الحدود أنت بتكتب لها مقال زي نفسه يعني بتكتبوا لي إضاءات لا الحدود عدهم سياسة تحريرية إضاءات عدها سياسة تحريرية أرقيق عدها سياسة تحريرية موضوع موضوع ما أدراك يعني عنده سياسة تحريرية كيف تعرف سياسة تحريرية اكتب مثلا سياسة تحريرية لشركة موضوع أو موقع موضوع أو كذا يعني أو إرشادات الكتابة أو كلمة يعني مشابهة لهذا لهذا السياق وبتحطها في جوجل وبتشوف وأيضا تسأل يعني مثلا واحد كان يكتب في رواق عفوا رواق منصة يعني للتعليم العباد لا يكتب مثلا في موضوع أو يكتب في منشور أو يكتب يعني في منصة معينة فبتسألوا تتصل به السلام سلام ما هي الإرشادات راح يقول لك بيقبلوا كذا ما يقبلوا كذا بيحكوا عن كذا ما يحكوا عن كذا أما أنجع طريقة عموما زي ما قلنا أنا حطيتها في الرابط اللي قلت شركت يعني في في كورا ونشرته كمقال مستقل هذا يعني مهم جدا فأيضا الخبر السعيد أنه الأستاذ محمد اللبان مدير مجتمع العربي على كورا أو كورا التصل بي وقال لي أنه أعجبنا ما كتبته يعني ما هي الطريقة المثلة لكتابة مقالة ذات جودة عالية وفنشرناه على موقع يعني على حسابات كورا أو كورا في الفيسبوك وتويتر حسابات الرسمية تباحهم العربية طبعا فهذا أيضا بيدلك علامة لأنه المقال جيد جدا ويعطيك جواب السؤال اللي بتبحث عنه بالضبط الأستاذ محمد يواصل سؤاله ويقول حبة لو تضمن الرد النقاط التالية هو بيقول في النقطة الأولى الكتابة التقنية من الكتابة الأدبية البسيطة إياهما أفضل هون حسب الموقع هو شو يقصد حسب ما أفهم يعني أنا ما سؤاله شو يقصد بالنقطة الأولى كتابة التقنية والكتابة الأدبية البسيطة يعني بتفضل أنه بنتخصص كثير يعني مثلا لو نحكو لو نحن نكتب مقال عن الاختراق الأخلاقي مثلا هل نستعمل مصطلحات أم نبصر حسب الموقع يعني الموقع إذا كان أصلا موجه للناشئة يعني المناشئة والمراهقين اللي هما على عتبة البلوغ مثلا فما يعقل أنك بتكثر كثير جدا من المصطلحات يعني فلا لأنه هو مبسط فبتشرح مثلا الأمن السيبراني بالبساطة تامة كأنك تشرح يعني المناشئ أو طفل صغير وتشرح مثلا الهندسة الاجتماعية شو هي الهندسة وتضرب أمثلة هون نشجع على الضرب الأمثلة إذا كانت بسيطة لكن لو أنت مثلا تكتب في منتدى أو منتدى لخبراء اللينيكس هو أصلا مثلا اسمه منتدى لخبراء اللينيكس فالاسم على المسمى سبحان الله فهون تستعمل كافة المصطلحات واللي ما يفهم شيء راح يكتب للتعليق وتجيب عليه مش معقول أنك تبسط لأنه المسألة مش في التبسيط هنا المسألة أنك تفيد الناس عدهم أصلا خلفية ومشتركين في الموقع بسبب أنه بتبعوا الجديد وبتبعوا الأشياء ما عدهم هم في التبسيط أو التعقيد أو كذا يمكن مثلا في المنتدى بتعملوا قسم للناشئة ذلك موضوع آخر فهون الجواب أيهم أفضل ما في أيهم أفضل حسب الموقع تكتب موقع الموقع حسب سياسته التحريرية وفئته المستهدف أيضا اثنان نقاط سياسته التحريرية وفئته المستهدف إذا كان هو موقع تبسيطي أصلا يعني بوب سايانز زي ما يقوله علوم شعبية بيبسط الأشياء فيطلب منك تبسط أما إذا كان يعني موقع تقني أصلا وتقني جدا فالكتابة التقنية هي الأفضل فهذه إجابة النقطة الأولى النقطة الثانية بيقول فعل أستاذ محمد ما هو نوع المقال الذي يفضله الموقع حسب تجربتكم هو بيقصد والله أعلم أنه يفضله المواقع والجواب هو ما في نوع يعني كل واحد كل موقع عنده نوع مثلا أعطيك مثلا سيراج في موقع وحدة الصحافة الاستقصائية في سوريا اختصارا اسمه سيراج هذا شو نوع المقال صحفي مباشر صحفي واستقصائي ما بتعرف الصحافة الاستقصائية ابحث عنك كتب ما هي الصحافة الاستقصائية كيف أكتب مقال الصحافة الاستقصائية عندهم قواعد عندهم رشادات عندهم شيء مش مقتصبي هو الصحافة الاستقصائية أصلا يعني نوع معين من الصحافة فهذه هما نوع المقال تباحهم صحافة الاستقصائية فيه مثلا صحافة مش صحافة يعني نوع اسمه الويكي الويكي شو هو زي موضوع بالضبط يعني زي ويكي بيديا زي موضوع فيه أقسام وفيه أشياء بتشرح ببساطة وكذا فهذا نمط من الأنوان المقالات يسمى نمط الويكي بتفضله لبعض المواقع فيه أيضا مواقع أخرى مثلا كيف كيف فتفعل كذا كيف فتفعل كذا كيف فتفعل وفيه مبادرات عدة في الويب العربي مقالاتها بتكون يعني مفصلة بتفصيل معين جدا وواضح يعني كيف تعمل كذا كيف تعمل كذا فيه خطوات فيه يعني مقدمة خاتمة فيه صور فيه يعني سياسة تحريرية زي ما يقول فهذا نوع المقال بتفضله مقالات يعني كيف أو كذا فهون حسب حسب يعني الموقع ما فيه يعني موقع بفضل بتاع كله يعني يعني لا ما فيه بتاع كله يعني كل موقع عنده سياسة تحريرية وعنده مثلا لنفرغ فيه قبل يعني في وقت سابق لا أدري هل الموجود أم لا فيه موقع اسمه الله وعلم عشرات أو عشرة ففيه بس قوائم أفضل عشرة أفضل عشرة أحسن عشرة يعني أجمل عشرة كذا عشرة فهو أفضل عشرة فهذا نمطه واضح يعني نمطه قوائم زي ما يقولون هو يسموه مقال القوائم ما يعني مقال بشكل قائم فالمقال هنا اللي يفضله الموقع وكان يدفع أيضا المال لا أدري للأسف ممكن للا أضع رابطه بس أنا أحكي لك يعني من الذاكرة من مدة كبيرة جدا ممكن ثلاثة أربع سنوات كان بيدفع مقالات لتكتب له مقال أفضل عشرة كذا فهذا يعني كمثال لذلك أجبنا هنا عن السؤال ما هو نوع المقال الذي يفضله الموقع حسب تجربتك الجواب باختصار هو حسب الموقع وما يقدمه يعني طبيعته وحسب السياسة التحريرية وتدخل بتشوف المقالات خاصة في الفيتيرز يعني المقالات البارزة برح تلقى نماذج عن كيف المقال بيكون في ذلك الموقع لما بتعرف المقال كيف يكون يعني في ذلك الموقع بتعرف ماذا يفضله الموقع لكن هل يفضلونها الجميع لا الشيء المشترك بين جميع المواقع هو الجودة والجودة تعريفها حسب الموقع مش حسبك أنت يعني فمثلا زي ما قلنا نضرب المثل يعني بذلك الموقع تبع عشرات أفضل عشرة أفضل عشرة فلما أنت بتعطيه مقال ممتاز جدا في اللينيكس يعني في التقنية وما فيه بالنسبة لمجتمع على نيكس لكن هو ليس جيد بالنسبة الموقع الذي توجهه إليه أرجو أن تكون قد اتضحت يعني الصور النقطة الثالثة التي تكلم عنها الأخ محمد وتقول وهل يمكن لكتابة المحتوى أو لصناع أدق أن تكون ذات مردودية لا بأس بها الجواب هو نعم وفيه أمثلة جيدة جدا في العالم العربي منهم نذكر أستاذ محمد طارق المصلي راح أضع رابط مدونته في تدوين التابع لهذه الحلقة تفتح بيوت نعم تفتح بيوت تضبط لك حالك زي ما يقول تكتفي مدين تستقل تماما مدين مشكلة يعني مش مشكلة يعني في عندي ملاحظة للناس اللي يسألوا هذا السؤال أنه بيتفقعوا الربح السريع لا ما تتوقع الربح السريع كتابة وصناعة المحتوى هي عبارة عن ماراتون لا يصلح لذوي النفس الضعيف إذا كانت أنت الكتابة يعني زي ما يقوله سريعة ما بينفع مش هذا المجال شو المجال اللي يكسب الله أعلم لا أعرف أنا المجال اللي يعطيك مكاسب سريعة وكذا الله أعلم فوريكس ما فوريكس لأنصحك بشي ما عندي خبرة في الموضوع فلا أصحك لكن عندي خبرة في صناعة المحتوى هو أنه ماراتون لعبة زي ما نسميها أنا شخصيا لعبة ذات نفس طويل يعني لعبة ذات هدف بعيد المدى متوسط وبعيد المدى معناها متوسط من ستة أشهر إلى ستة سنوات سبعة سنوات ولا تتعجل لأنه عمل لأنه حياة مش مكاسب سريعة مش يعني زي ما يعني يعمل هون في وادسوف ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر يعني بيخرج البطاطا يعني بتخرج البطاطا بيستثمر البطاطا ثلاثة أشهر فتنبت البطاطا لا ما في هذي يعني مش غا المصناعة للمحتوى ما بتصلح بسيستام الغلال هذي والضربات السريعة ويعني وضرب وهرب وكسب وهرب لا ما بينفع يعني فأرجو أن أكون يعني قد وضحت هذا المثال فهو مجال خاص به وهو ماراتون وهو اللعبة ذات نفس طويل ولعبة ذات مدى بعيد فأنت من هون حدد يعني نفسك وحدد مجالك وحدد أمورك إذا أنت ذات نفس طويل وبتصبر كمل فيه ما بتصبر شوف مجال آخر تصميم غرافيكي كذا الله هو أعلم ذيك سخصفاء يعني أسأل يعني هنا نقول أسأل أسأل فيها يعني الناس الخبراء فيها راح يجاوبوك يطرح عليهم الأسئلة يعني بإذن الله عز وجل راح يجاوبوك أما في مجال كتابة المحتوى صناعة المحتوى لا ما ينفع المكاسب السريعة لكن لو نسأل على المدى البعيد يعني وأنا كملت الماراتون هل فيني أفتح بيت هل فيني يعني أستقل مدين هل بيكفي أنا يعني عندي خوف مستقبل لإني استبدلني روبوت لا ما راح يستبدل روبوت وما تخاف لإنه صناعة المحتوى شيء إبداعي والإبداع لا يموت أبدا أرجو أنا أكون قد أفدتك وحبزت الإجابة على هذا يومكم بقيت يومكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مرسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى